ويسام شب سوري عطى شبيحة بشار أسد نصائح في حال حبوا يطلعوا على أوروبا ولكن هاي النصائح كان إلى طابع خاص المنحبكجية كما نسميهم عم يبحثوا عن طرق للخروج من سوريا إلى أوروبا لأنه ببساطة أنه معدل المكان بسوريا يعني من الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين والأفغان ومعلمين من الروس معدل المنعجر نهائيا أنه في حال طلعت بغض النظر من أي وجه سواء كانت وجهة ليبيا على إيطاليا أو تركيا على ما بعرف وين فيه شغلات ملازمة تعملها أنت متعود تعملها دائما وحطها برأسك اللي هي موتجة مثلا على المهرب وتمسح الوجوه أو مثلا تقدسه ومثلا في بعض الأشخاص من هدول من اللعيقة والعبيد بيحب يقدم قربان اللي هي مثلا الله يجل المحترمين ممكن يقدم أخته ممكن يقدم مرته مثل يقدم أمه الصبايا العطاء وما شبه ذلك فأنت مو متطرتع من هذه الحركة إلا اللهم إذا كانت بالدم ومرض ومتعالج فهذا شيء تاني أنت مانك متطرتع من هذه الشغلة لأنه لم يهرب بالأساس بنت المصاري وظلوا طالع فما في داعي يعني تهين حالك أولا عادي ما طب البالك أنت عنك يا عادي المهم أخي بس وصلت بالكنبات يا صديقي أنا واثق باللا إرادة يعني طبع طبع غالب تطبع رح تتبع هذه السياسة أنه سكوريتي تمسح رجوخ اللي عم بسجل بالهي قدم القربان وتجي كمان قدام واحد ألماني والله مثلا الرئيس الألماني أو المستشار الألماني ما شاء الله عليه وهو قائد وهو كذا والشعارات هاي أو إذا حدا حكى عليه بتجي أنت وتطلع له أو ما شبه ذلك كمان مرح سفاجي فأنا بالنهاية من قض النظر أنه كلب وعديم الكرامة وما رح تفهم بهي الأمور بس لتنعمي الخير وكب البحر شو اللي بيخلي معارض لبشار أسد يقدم نصايح لشبيحة ويسام فسر سبب إعطاءه نصايح لشبيحة بشار اللي رايدين يطلعوا لأوروبا مشان بس بدي ياك تجرب بعد كل هذا الكلام بعد كل هذا الحكي بدي ياك تجرب أنك تعيش بكرامة بعرف هذا الكلام صعب عليك وما رح تفهم لأنه شوك كرامة وهو أنت بتعيش بكرامة بدي ياك تجرب كبني آدم ذو كرامة بني آدم ما بمسح ومضطر يمسح لهذا ولا مضطر يقدس حدا هيك يعني أنا بعرف أنا حاسس فيك هذا الكلام أكيد رح ينزل صعب عليك بس إذا هدت هاي الجملة أكتر من مرة وقريت وبحثت عنها ممكن ممكن فيه أمل يعني أنت بالنهاية الله عز وجل خلق لك مخ بس أنت وعم شغله أنت حاط سرماية هاي لأوبوت حسكري حاول التعيش كإنسان إنسان ذو كيان ذو كرامة حر الرأي حر التفكير يحكي بحرية ما أنا مضطر يمسح ما أنا مضطر يقدم قرابين وهيك ويلا عميل خير وكب البحر أنه في واحدة ساعة كلب ما يفى دخلة الجنة فعلى وعسى هيك على وعسى أنا طبعا اتبعت هذا الأسلوب بالنصاح نحن أنه إلي خمس سنين حكيكم كبشر أنا وألوف يعني أنا نقطة أنا وألوف البشر اللي كانت تحكي لكم أنه أنتوا بشر أنتوا بشر عيشوا كبشر لا تعيشوا كعبيد فعبس فقلت أنا على وعسى ممكن يعني هاي اللهجة أو هاي اللغة توصلكم أكتر كونه أنتوا كلمة وبسي شوفكم بس توصلوا على أوروبا أو ما شاء الله ذلك الضرر الكبير اللي بيتعرضو له اللاجئين من موالين بشار أسد ما بيقتصر بس على التقارير الأمنية اللي بأدموه شبيحة بشار لأوكار المخابرات الأسدية اللي بسموها دبلوماسيا قنصليات أحد أوجه الضرر هو تجمع هدول الموالين لبشار بتجمعات لدعم القاتل أمام المجتمع الأوروبي ومو بس هيك شبيحة أسد متورطين بأعمال تعتبر إجرامية خارج سوريا مثل خطف السوريين وهذا الشي شفناه على وسائل الإعلام مثلاً اللي صار بلبنان بالتعليقات على هذا الفيديو صار جدل كبير بين شبيحة بشار والسوريين اللي تضرروا من أل أسد بسوريا تعليق من عابد بيقول أحلى شيء المعارض اللي زبطت معه طلع بره البلد أداش بينقهر لما بيسمع أنه في عالم غيره بدا تطلع هذا طبع الغير الطفولي السوري أنه ما بدا يشوف حدا غيره زبطت معه خلص كل شيء له البيضة والتأشيرة وكأن الدول الأجنبية مطوبة باسمك طيب أعطيك أنا حقيقة علمية يا سيدي الدول الأجنبية مو أرفاني غير من المعارض السوري خاص ناس تمام؟ أبراهناك مين بتفضل ألمانيا ولا أوروبا فينا اللي نزل بالمطار ولا اللي وصلهم بمرميل مع مهرب وبيضلوا شاكين فيه كل يومين أنه يفجر حاله أما مريم فكتبت أنت على أي أساس حكمت أنه كل اللي قاعدين هون لعيقة صدقني الأغلبية مو لعيقة بس عايشين من قلة الموت وناطرين الفرج ما حدا معه يدفع حتى للمهرب لهيك قاعدين وساكتين أبرجع وبقولك أنه مو الأغلبية لعيقة أنا ما عم دافع عن حدا أنا لما أنسأل مع مين فبختصر على حالي وبقول أنا مع الله وبس وبالنهاية الله يفرج حمزي علق وقال العالم اللي ضلت هون ثلاث أصناف عالم لعيقة مثل ما حكيت وعالم ما قدران تسافر وعالم ما دخل بالتنين عندهم رزق وأرض وعم يأكلوا منه ومو عايزين حدا ولا حتى شاركوا بالانتخابات فلا تعمي صفحة بإسم الغريب علقت وقالت بعد ما صرفوا مصاري التعفيش ونهب الناس أفلسوا والراتب خمسين ألف يعني ما عادت توفي شبيحة عم بيمارسوا حقهم الانتخابي بألمانيا وبنفس الوقت عم يهتفوا لبشار حزب ميركل خسر الانتخابات بعد ما رفع ألمانيا للسماء وبشار ربح بعد ما نزل سوريا لسابع أرض برأيكم مشاهدين معقول المكان بغير من صفات الإنسان لدرجة أنه يكون شبيح زليل مدافع عن قاتل وسعيد بتهجير أهل بلده بين مئات القرى وعشرات المدن لشخص عنده كرامة بس لمجرد وصوله لبلد فيه حرية وللطبع رح يغلق التطبع